وليه اليهود والفلسطينيين ما يعيشوش مع بعض في سلام؟ ليه زمن الحرب ده ما ينتهيش خلاص ونعيش في سلام وأمان؟ إيه اللي يمنع اليهود والفلسطينيين انهم يبقوا أصدقاء ويد واحدة؟ هم ما شافوش اللي حصل في رواندا وفي غيرها في الحروب الأهلية اللي كانت موجودة وقضت على أغلب الشعب وعاشوا قد إيه في حروب؟ وبمجرد ما بدأ السلام بلدهم اتحولت لجنة ليه أرض إسرائيل ما تبقاش جنة؟ لو أنت واحد الكلام ده فات في دماغك ولو للحظة أو سمعته أو قريته في أي مكان وحسيت صحيح ليه؟ يبقى أنت لازم تتعلم إيه هي القضية الفلسطينية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أهلا بكم وقبل ما نبدأ كلام في أي حاجة تحية من هنا مني ومن كل واحد هشوف الفيديو ده لأهلنا في فلسطين إخواتنا وأبطالنا وعزتنا ربنا يبارك فيكم وفسعيوكم وينصوركم ويرجع لكم أرضكم كاملة غير منقوصة يارب ويجعلكم دائما في رفعة وعزة الموضوع يا صديقي بدأ من زمان جدا ولكن خلينا نبدأ من العصر الحديث شوية في الحاملة الفرنسية على مصر ودول الشام نابوليون بونابرت كان نفسه يلاقي حليف حد يكون معاه موجود في وسط بلاد العرب ويكون ولاء وليه يساعدوا على حكم المنطقة واستقرارها وساعتها نادى نابوليون بونابرت بأنه يجمع يهود العالم في وطن قومي في فلسطين وساعتها يبقوا موجودين في وسط مصر والشام ويساعدوه في حكمهم ويقفوا معاه ياخد بونابرت على دماغه ويتغلب ولكن الفكرة ما تموتش ويتبنى الفكرة دي رجال مال وأعمال ومفكرين وكتاب وصحفيين واللي كان منهم وأهم اتنين في القصة واحد اسمه ثيودور هيرتزل وملياردير اسمه روتشايل هيرتزل يبدأ يكتب كتاب عن فكرة قيام الدولة اليهودية ويوحي الفكرة في قلوب اليهود أكتر وأكتر وفي كتابه يقترح أربع أماكن لإقامة الدولة اليهودية وكانت البلاد المقترحة الأرجنتين وفلسطين وأغندا وموزنبيه يعني ما كانتش فلسطين ولا حاجة من الأول كان يمكن أماكن تاني ودور الزمن ويحصل المؤتمر الصهيوني الأول في أواخر قرن 19 واللي فيه بيتم الاتفاق على فلسطين كوطن قومي لليهود يجي هنا بقى دور روتشايلد صاحب المال واللي كان بدأ بالفعل في تمويل تهجير بعض اليهود إلى فلسطين وابتدى يشتري ليهم بعض الأراضي وينشئ أول مستوطنة يهودية في فلسطين أيوة اشتر أراضي يعني الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم انت بتكلمش تاني لأخر الفيديو وتركز معايا وهتعرف الحقيقة اليهود في الزمن ده كانوا من النسيج الطبيعي للدولة الفلسطينية وكانوا بيمثلوا 3% من السكان وبيعيشوا في سلام وأمان في وطن فلسطيني مستقر تحت حكم الدولة العثمانية بس والمعلوماتك الدولة العثمانية في الزمن ده كانت بعافية العافية خلاص كان بتودع وضعفها ده هو اللي ساعد الفكرة الصهيونية في أن هي تكمل خطتها بدأت هجرة اليهود بعدد كبير تزيد لفلسطين وبعد هجرة أولى وهجرة ثانية قبل الحرب العالمية الأولى يعني بنتكلم في الفترة اللي قبل 1914 زاد عددهم من 3% لـ 8% الفلسطينيين على فكرة لكنوش نايميين وكانوا بيدعو الدولة العثمانية إن هي تعمل قوانين تمنع هجرة اليهود لفلسطين وتمنع بيع الأراضي وتجرم وتحرم الأمر ده إن الأراضي تباع لليهود ولكن زي ما اتفقنا الدولة كانت في الباي باي ومش عارفة تعمل حاجة فطلعت القوانين وكانت زي قلتها واستمرت الهجرة واستمر البيع ومع استمرار هجرة اليهود لفلسطين ابتدت المشاكل تزيد أكتر وأكتر في انتهى الحرب العالمية الأولى والدولة العثمانية تتفكك ويبدأ المراس بتاعها يتوزع ما بين الزئاب فرنسا وإنجلترا يبدأوا يتفق الحتة دي بتاعتك الحتة دي بتاعتي ووقعت فلسطين من نصيب إنجلترا وإنجلترا كان عندها نفس فكرة نابليون بونابرت بالزبط حليف تبعنا موجود في وسط أرض العرب يساعدنا في حكمهم يعمل لهم مشاكل تشغيلهم عننا وإحنا نحكم وننهب موارد ونعمل اللي إحنا عايزينه بمساعدة الحليف وفي 1917 بيلفور رئيس وزراء إنجلترا يدي عهد لليهود ووعد بإنه فلسطين بتاعكم وهتقيموا فيها دولتكم اليهودية ولما تقع فلسطين من نسيب إنجلترا سبحان الله سبحان الله تبدأ إنجلترا تساعد اليهود على الهجرة وتملك الأراضي بالعافية في فلسطين أكتر وأكتر يبدأ الفلسطينيين في إنشاء مقاومة ويقوموا باجتماعات وثورات ومحاولات مستميتة مرة بعد مرة للحفاظ على بلده ولكن الإنجليزي وبكل بساطة أنت فلسطيني معاك سلاح يبقى أنت مش حابب السلام والعيشة في هدوء إنما أنت يهودي غالبان يا حبيبي محتاج سلاح تفضل يا باب السلاح يوصل في إيد الصهينة أكتر وأكتر ويجرد الفلسطينيين من سلاحهم ويبدأ اليهود وتحت رعاية بريطانية في إنشاء جماعات مسلحة وأشارهم جماعة الهجنات ويبدأ الاعتداء والمذابح على الفلسطينيين في أكتر من مكان واللي من أشارهم مذبحة دير ياسين يثور الفلسطينيين أكتر وأكتر ويوصل الأمر إنهم ينقطعوا ست شهور عن العمل ويوقعوا الدولة فيضطر الإنجليز إنهم يقعدوا ويقولوا طب إيه رأيكم؟ كل موضوع بسيط وحل سهل إحنا بنقترح إن إحنا نعمل دولتين دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية بس خدوا بالكم اليهود بعد كل الهجرات دي والتساهيل اللي عملتها إنجلترا كانوا وصلوا لثلاثين في المية من سكان فلسطين لكن كل اللي كانوا بيملكوهم الأراضي اسمع كويس خمسة ونصف في المية بس من أرض فلسطين وده بالسرقة والنهب والشرة بالعافية والشرة من غير فلسطينيين كانوا يملكوا أراضي في فلسطين أول عن آخر خمسة ونصف في المية يرفضوا الفلسطينيين وقولوا لهم ما فيش الكلام ده أرض فلسطين فلسطينية وتستمر المقاومة الصهايين يستمروا في اعتداءهم المسلح على أهل فلسطين وفي نفس الوقت إنجلترا سبحان الله كلهم يا جماعة لا أنا تعبت بقى من الشغلانة دي أنا والله أنا مضطرة أمشي بقى ونسيب الأمم المتحدة تقول رأيها في الموضوع فالأمم المتحدة واللي مسكين الأمم المتحدة واللي من مصلحتهم دولة إسرائيل زي ما اتفقنا حليف موجود في النص هيضمن مصالحنا اللي هنا ويفضل مشتة المنطقة العربية وعامل فيها مشاكل في مصلحها فتقرر إنها تديهم بدل 6.5% من الأراضي اللي كانوا يصلوا لها بإنها تديهم وطن يهودي 56.5% من الأرض في فلسطين والباقي للفلسطينية شوف ياخد الفلسطينيين اللي طول عمرهم بيرفوضوا السلام والأمان قالوا لا احنا مش موافقين ويسخنوا جامعة الدول العربية انتوا فين مش هتساعدونا ولا ايه فتق تمع جامعة الدول العربية وتقرر إنشاء جيش عربي لمواجهة إسرائيل وبدون دخول في تفاصيل كتيرة ينهزم الجيش العربي سنة 1948 ويحتل الصهينة اللي كانوا وصلوا 31% من الشعب الفلسطيني وكانوا وصلوا لملكية 9% من الأراضي أول عن آخر يحتلوا 78% من أرض فلسطيني ويا ريب بقى الموضوع يفعل كده بل كل شوية في توسع وسطيطان وطرد للفلسطينيين من أرضهم فاللي يجي يقول لك هم ليه ما بيعيشوش في أمان وسلام وقام؟ ليه ما يلعبوش مع بعض وما يتخنوش؟ قولوا يا حبيبي احتلال إسرائيل لفلسطين هو أسوأ احتلال موجود على وجه الأرض كل احتلال حصل في الدنيا كان بيبقى هدفه وإن المستعمر يستغل موارد البلد اللي احتلها ويستغل الموارد البشرية بتاعت البلد اللي احتلها إلا الاحتلال الإسرائيلي واللي هدفه يا إبادة يا تهجير ما هم أصلا ملهمش بلد يرجعوا عليه كيان لقيت وملوش لأب ولا أم في أما ويتك وانت ساكت يا تسيب بيتك وبلدك وتطلع منها؟ يا إما لو قومتنا تبقى ما بتحبش السلام ومن حقنا الرد ولا حولها ولا قوتها إلا بالله وبإذن الله هيشوفوا عواقب ظلموه يا صديقي واجب عليك رقم واحد إنك تفهم من القضية قضية تطهير عرق قتل وتهجير وشوفنا صورة مصغرة منه في حي الشيخ جراح لما حاولوا يترودوا الناس من بيوتها عشان يسكنوا فيها ناس تانية وده اللي بيحصل في فلسطين كل يوم وطول الوقت بس إحنا اللي مش شايفين مفيش سلامه وما تصدقش إن الموضوع ده ممكن لإن هدفهم البلد كلها تبقى ليهم من غير أهلاهم احكي لي سلام ممكن يحصل إزاي؟ ورقم اثنين يا صديقي يفهم إن القضية دين إسرائيل بلد أيمى على أساس ديني ومحدش بيكلم يا سيدي لما اختاروا اللغة اختاروها العبرية لغة دين ويكفيك تكون يهودي بس عشان تحصل على الجنسية الإسرائيلية لإنها دين والأمر عندنا دين فلسطين أرض المسلمين فوجب علينا ندعمهم ونساعدهم ونشوف كل الطرق اللي ممكن نوصل بيها الأرضنا مرة تانية ورقم ثلاثة كلم ولادك عن القضية وعلمهم الموضوع وعرفهم إيه اللي حصل ليه فلسطين وشمعنا وإيه عكون سبب في إن القضية جيل وراجيل ممكن تموت وبإذن الله مش هنوصل إنها أصلا تعدي جيل وراجيل بإذن الله النصر عاجل ونشوفه بعينينا بإذن الله رقم أربعة ادعموا مقاومة إخوتكم اتكلموا عنهم مع السوشيال ميديا وعملوا حملات بلاش النوضوع يبقى ترند وشوية ونسكت وننسى لغاية ما تحصل حاجة تانية تخلينا نتكلم وأبسط حاجة نتبرع لمساعدتهم والحمد لله بقى في طريقة رسمية وموثوقة من الهلال الأحمر المصري إنك توصل لهم مساعدات ساعدهم وما تتخذلش وإوعى تبخل بجهد المقل على أخواتك دعائك ليهم كل يوم ما تبطلش دعاء من القلب يستجاب بإذن الله وافتكر إنهم مستنيينك ومحتاجينك قتلى وجرحك كل يوم مفيش يوم عد عليهم لا في سلام ولا في أمان واحذر يا صديقي خداعهم الإعلامي نجم مشهور يتصور مع نجومهم وعامل كده عشان يقول لك إيه المشكلة ده إحنا مع بعضينا يعني ولا أدعم وواحد يتداعي إنه فلسطيني الجنسية ويقول لك ليه الأرب والجوز كانت بيه يا فرينز ويصور لك الحياة كفلسطيني إسرائيلي إنها حياة جميلة وما فيهاش مشاكل وإنه زي ما فيه متشددين هنا فيه متشددين هنا والصح الناس اللي في النص اللي بيحبوا بعض الجمال احذر صفحتهم وألفظهم شوف حتى أمسمينه جيش الدفاع الإسرائيلي إحنا بندافع عن نفسنا إحنا ببنعتديش ولا حاجة احذروا كل دول ما تتواصلوش معاهم ما تردوش عليهم ما تحاولوش تتكلموا معاهم اعملوا بلوك لصفحتهم أي أنجري بتعمله على صفحته أو الكتابة بترد عليه بيها أنت بتزود تفاعل على البوست بتاعه وهو يعني مش كلامك ولا الأنجري التاحك اللي هيخليها اقتنع إن قضيتك قضية عادلة احذروا الصهيوني الحقيقي والصهيوني المسلم اللي ممكن يصلي الظهر كتفة في كتفة جنبه وده أسوأ وأضل فقتلوهم بالتجاول وكونوا أنتم صوتهم وإعلامهم اللي هيوصل للدنيا كلها بإذن الله ما تستقلش مجهودك كل اللي إحنا فيه دلوقتي من فيديو الواحدة وقفت بتكلم واحد بتقول أنت بتسرق بيت فالهمنا لو ما سرقتوش هيجي حتى تاني يسرقوه وهم دول الصهيوني ففي فيديو واحد القضية رجع التاني تملى مسامع وأبصار المسلمين والعالم كل اللهم يا رب انصرنا نصرا عاجلا غير آجل وأعنا على نصرة إخواننا يا رب العالمين تمام ومرة تانية تحية مني ومن كل واحد شايف الفيديو ده لأهلنا في فلسطين أنتم أبطالنا وسبب عزيزي وإلى هنا أيها السيدات والسيدة ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة مش محتاجة أقولك تعمل لايك أو تعمل شير القضية قضيتنا كلنا وكلنا لازم نساندنا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا هاشتاج الصلاة والسلام عليك كل فيديوهات وكان معكم أمير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته